في ظل الظروف الاقتصادية وزيادة الأعباء المالية يجد الشاب حرجا في تلبية فطرته نحو الزواج مما قد يسهم أحيانا في انحرافات أخلاقية ولا يمكن تجاوزها إلا بسير دفة الحياة نحو بر الحياة الزوجية الزواج هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لاستقرار المجتمعات وهناك دراسات عديدة سواء دراسات محلية أو دراسات دولية يعني موثقة وما في شك بأنها جميعها هذه الدراسات نتائجها أن الزواج هو خير وسيلة للاستقرار وما أدل على ذلك أن مثلا في بعض المجتمعات مثلا على سبيل المثال في أمريكا حصول أو زواج الشاب ممكن أن ينزل التامين للسيارة إلى حوالي 50% تسعى جمعيات الزواج إلى تسهيل كل ما هو عايق في الطريق للحياة الزوجية من خلال عدة مبادرات جمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج بجدة تقدم عدة برامج خاصة بالمقبلين والمقبلات على الزواج ومن ضمنها المساعدات المالية وهي عبارة عن قروط حسنة تسدد على أقصات ميسرة ومبالغ زكوية أو زكاة غير مستردة وأيضا من البرامج التي تقدمها الجمعية برامج المساعدات العينية عبارة عن أثاث ما يحتاجه الزوج من أثاث ومن أجهزة كهربائية خاصة ببيت الزوجية وأيضا تقدم الجمعية برنامج خاص باسم برنامج التخفيضات وهو برنامج مهم جدا يساعد الشباب في خفض تكاليف الزواج بحيث نقدم لهم قاعات مخفضة عشاء ولائم مخفضة بحيث أنه يتكبد أقل الخسائر هذا الشاب المقبل على الزواج وأيضا نقدم له أهم برنامج لدى الجمعية وهي برنامج أو برنامج تأهيل المقبلين على الزواج تحرص الإدارة النسائية في الجمعية من خلال معرض العروس على توفير كافة مستلزمات العروس من بداية الخطبة وحتى الزفاف فهي بتوفر العروسة فستان الملكة، الغمرة، الزفاف مع جميع المستلزمات والتوابع من طرحة، إكسسوار، تاج، مسكات، ورود حتى سيديهات الزفاف كلها تقدم مجانا كذلك تحرص الإدارة النسائية على الجانب التوعي والتثقيفي للعرايس من خلال تقديمها للبرامج والدورات التأهيلية للمقبلات على الزواج والتي تساعدهم على بناء حياة أسرية مستقرة وسعيدة ومن العادات الجميلة في المجتمع المسلم تقديم المعونة للشاب بهدف دعمه من رق الأعباء المالية شكرا لكم على مبادراتكم وعاداتكم الجميلة في تقديم الرفت لهؤلاء الشباب هذا الرفت والله إنه ليسر للشباب ويساعدهم في حياتهم الزوجية أو من خلال مساهماتكم المشكورة للجمعيات التي تساعد الشباب والفتيات على الزواج وبين سندانة الزواج ومنطرقة العادات يبقى الزوج هو الضحية عباد البركات لقناة المجد جدا